أتى ساعة صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينتش مجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم تواصل مصر تسيير رحلات ناجوية لعودة حجاج بيت الله الحرام من الأراضي المقدسة إلى أرض الوطن وكان جمع الحجاج من غير المتعجلين قد أدوا طواف الوداء حول الكعبة المشرفة بعد فراغهم من رمي الجمرات الثلاث في مشاعر ميناء بمكة المكرمة إذانا بختار مناسك الحج لهذا العام تصدت قوات الدفاع الجوي السورية لهجوم إسرائيلي بالصواريخ استهدف بعض النقاط في محيط مدينة حمص ونقلت وكالة الأنباء السورية سانع عن مظر عسكري قولوا أن قوات الإسرائيلية شنت الهجوم فجر اليوم من اتجاه شمال شرق بيروت مشيرا إلى أن الهجوم أصفر عن خسائر مدية فقط أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية توقيف 322 شخصا على خلفية أعمال الشغب في فرنسا وأفادت الشرطة بتسجيل حوادث في باريس ومرسيليا وليون وكان ودير الداخلية الفرنسية جيرالد دارمانان قد أعلنت تعبئة نحو 45 ألفا من عناصر الشرطة للتعاون مع أعمال الشغب أكدت روسيا مقتل أكثر من 200 جندي أوكراني وتدمير 5 دبابات وثماني ناقلات جنود مدرعة عقب أحباط هجوم المضاد لقوات الأوكرانية قرب مخبوط ونقلت وكالة أنباء نوفوساتي الروسية عن مصدر عسكري أن قوات الإنزال الجوية الروسية تصدت لقوات الأوكرانية في المنطقة الرماضية بمساعدة طيران ومدفعية القوات الجنوبية الروسية كما تمكنت من إسقاط أكثر من عشر طائرات بدون مضيار أوضحت هيئة الأركان العامة العسكرية الأوكرانية أن أكثر من 30 اشتباكا قتاليا وقع في جبهات ليمان وبخموت ومارينكا خلال الـ 24 ساعة الماضية وأضافت هيئة الأركان في بيان أن قوات الروسية شنت خلال الـ 24 ساعة الماضية 22 غارة جوية ونفذت نحو 60 هجوما برجمات الصواريخ على مواقع القوات الأوكرانية والمناطق المأهولة بالسكان أعلنت النمسا عزمها الانضمام إلى مشروع درع السماء الأوروبي الذي أطلقته ألمانيا في أعقاب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وشددت النمسا في الوقت نفسه على أن هذه الخطوة لا تؤثر على وضعها كدولة محايدة وطلب المساشر النمساوي كالنيها مار بضرورة اتخاذ احتياطات لحماية بلاده من مخاطر التعرض لهجمات بصواريخ أو بطائرات مصيرة ورياضيا تأهل المنتخب الأولمبي لكرة القدم إلى الدور النصف النهائي لبطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما المقامة في المغرب والمؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية القادمة باريس 2024 بعد فوزه التمين على نظري منتخب الجابون بهدفين دون رد ورفع الفوز الرسيد المنتخب الوطني إلى سبع نقاط ليحافظ على صدارته للمجموعة الثانية ويحسم تأهله لدورة النصف النهائي ويصبح قريبا من بلوغ ألمبياد باريس 2024 فيما ظل منتخب الجابون بدون رسيد من النقاط في المركز الرابع والأخير وسيلتقي منتخب مصر متصدر المجموعة الثانية في دورة النصف النهائي مع منتخب غينيا وصيفة المجموعة الأولى اشتركوا في القناة